اذكر قصة وكنت جارساً قريباً مع شخص وأناقش هذا الموضوع وهو شخص يعني من عامة الناس ولكنه هميم في عمله جاد في حياته وصاحب الحقيقة قيم وأعجبني يقول والله يا أخي الكريم يقول أنا ليس لي علم وعلمي ضعيش وفي الحياة أنا مشغول جداً وبناتي يحصل فيهم رغبة بأن يفعلوا شيئاً مما لا أرضاه ولا يرضاه الله يقول فيقول ما رأيك يا والدي شوف البنات نفسه يتكلمون مع من؟ مع الأب وهذا ترى علامة إيجابية ولا سلبية؟ إيجابية ولذلك أنا أقول للأبا والأمات حتى لو تكلموا معكم البنات وفتياتكم بما لا يحمد فاسمعوا واستمعوا لهم واحتضنوهم كما احتضرنا النبي صلى الله عليه وسلم الشاب اللي جاي أستدنوا بالزنة وإلى آخرة جميل جميل فقلت لهم يقول أنا ما عاملك أنا أدل أدخل معهم في قضيته يقول كان يكشفون في حجاب وجوههم ويعني شيئاً من يعني كشف الوجه مثلاً وهم منقبات وشيئاً مما يتعلق بالتخفف من الحجاب وإلى آخرة يقول فقلت لهم قلت لهم أتحبوني؟ قالوا نحن نحبك قلت لهم تحبوني فلا تفعلوا هذا لأن هذا الأمر لا يرضيني ولا يرضين الله سبحانه وتعالى الله الله وإذا فعلتموه أنتم وشأنكم لكن لا يرضين ولا يرضين الله قالوا لا 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 نريد إلا الذي يرضيك ويرضي الله عز وجل هذا أعتبره منهج قتله حتى قتله هذا أعتبره منهج استعطافي يعني الذي يقول ما عندنا يعني علم قد يكون به قد تكون هي البنت عندها من الأدلة أحياناً اللي تسمح ذات اليمنذة الشمال المشوشة من أشياء التي قد لا تكون ذات ركيز علمية شرعية يخي استخدم الاستعطاف لكن أنا أسألك أستاذ أنور هذا الدور الاستعطاف اللي هو الجانب الوجداني ترى الجانب الوجداني له دور كبير هل يصلح من غير قرب؟ نعم لذلك هذا الآخر لازم يرون منك الجانب العطف الحنان ولذلك أنا قلت أنت نجحت مع بناتك في قربك منهم واحترامك لهم وتقديرك لهم وعند إذن الجانب الاستعطافي دور النحط تتاجه يا شيخ أسرى يوفق وفق كل أباء اللي هلبسته الجميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر